بروح مع حضراتكم لموضوع تاني مهم خطوة أعلنت عنها وزارة الزراعة لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية من خلال تحديد سعر استرشادي مجزي لكل المزارعين هذا السعر حيساهم فيه زيادة الانتاجية من هذه المحاصيل وبالتالي تقليل عملية الاستراد من الخارج وده طبعا حيوفر لنا العملة الصعبة وحيوفر احتياطي من السلع الاستراتيجية أو المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها طبعا الأمح دكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة صباح الخير وإيه التفاصيل الخاصة بالأسعار الاسترشادية للمحاصيل الاستراتيجية صباح الخير على حضركم جميعا والحقيقة يعني الدولة المصرية بطول اهتمام كبير بتطوير الزراعة المصرية وطبعا هذا الاهتمام بينعاكس على تحسين داخل الفلاة وده الإجراءة اللي احنا بنحاول دائما نشتغل عليه وتم عاقد اجتماع بين معلو وزير الزراعة ومعلو وزير التموين ده بحث توفير أسعار استرشادية للسلع الاستراتيجية طبعا هذا الامر بيحتاج لبحث دقيق خصوصا نحن بنحاول نحن دائما نحسب التكاليف اللي بتحملها المزارع علشان نقدر نحق سعر مجزي للمزارع وطبعا سعر استرشادي ده بيعتبر زي سعر ضبان والدولة ده بيكون حريصة على أنها تعلن سعر ضبان بيمثل حد الأدنى بيجنب المزارع التعرض للمخاطر خصوصا في بعض السلع الاستراتيجية زي الامح والبانجر أوامة إلى ذلك من محصيل استراتيجية بكلها عامية نسبية لدولة مصرية وبتم تأمين الفلاح من التعرض للمخاطر ان الخفاض السعر نتيجة ما احنا بتبقى طول فترة الزراعة فيه تقالبات سعرية عالمية فيه تأثيرات عالمية على هذا الأمر فده سعر ضبان بيجنبه التعرض للمخاطر لكن لو حصلت زيالة في الأسعار وده شفناه في الأعوام السابقة دايما بيكونت اتجاه للزام أو للحكومة بتقوم بشراء من المزارع بالسعر الأعلى وليس بالسعر الأقل ولكن في حل الانخفاض بتكون الدولة منزمة بالشراء بالسعر الاسترشاد اللي تم وضعه وده بيمثل مكسب كبير دكتور ايه هي الألية أو المعايير اللي بيتم الاستناد عليها عشان نحدد هذا السعر الاسترشادي المجزي للمزارع والفلاح طبعا أول حاجة التكلفة احنا دايما بيكون حرصين على أن نحصل التكلفة بشكل كويس جدا وبنحط سعر استرشادي يكون بيغطل تكلفة ويكون بيحقق مكسب مرضي للفلاح والمزارع المصر وده جهد كبير بنقوم به في وزارة الزراعة وبيتم بحث هذا السعر مع أستاذ الوزراء المعنيين مع وزارة التموين ومع مختلف بيكون في أكتر من جهة مشاركة في تحديد هذا السعر أو التكلفة طبعا احنا أول حاجة احنا بنكون محددين احنا ما يتحملهم المزارع اللي هو التكلفة وأهمش الربح المرضي بالنسبة للمزارع المصري وبتم منقشة هذا الأمر طبعا في بعض الأحيان بيتم يعني وضع حافظ إضافي أيضا للفلاح والمزارع عشان نخدم الفلاح والمزارع ويكون في سعر مجزي وسعر عادل لخدمة الفلاح والمزارع وده يمكن شفناه في عوام سابقة يعني مثلا الموسم الماضي كان تم تسعير الأمح قبل بداية الزراعة بألف وستمائة جنيه ولكن عملية التوريد تمت بألفين جنيه للأرداب ثلاثة عشرين ونص قاوة والعامل اللي قبله برضو كان محددين السعر بثمانمائة وخمسين جنيه ولكن تم التنفيذ بأسهار أكبر من كده فالحقيقة كل ده بيثبت قد إيه الدولة بيكون حريصة دايما على النهاية تدي أو توفر السعر الأنسب لتحسين دخل الفلاح ولخدمة الفلاح والمزارع المصر بشكل أكبر علشان نشجعه أنه يزرع هذه المحاصيل الاستراتيجية ولمالها من أهمية وده بنشوفه بأنعكس بشكل مباشر في حجم الزراعات وفي حجم التوريد بالنسبة للدولة المصر دكتور محمد السعر ده هيكون معلن من سابق يعني فيه نوع من المعلومات الواضحة للفلاح وبالتالي هيقبل على زراعة مثل هذه السلع يعني حضرتك قلت الأمح والبنجر إيه تاني يدخل في السلع الاستراتيجي يعني الحقيقة احنا شفنا الأعوام السابقة كان بيتم تحديد السعر قبل وموسم الزراعة فترة كافية لهذه المحاصيل يعني بالله الأمح بيتم تحديد البنجر بيتم تحديد قبلها القطن كمان بيتم تحديد قبلها القصب السكر بيتم تحديد قبلها العديد من المحاصيل بيتم دايما وضع سعر الترشاد وده بنشوفه يعني شفنا مطبق فيه عادة كبير من المحاصيل كمان احنا باقي المحاصيل احنا بنعمل على تطوير منظومة زراعة تعقدية لها كمان الضراء والصوية وعباد الشامس كل دي محاصيل احنا دايما بنكون محدد لله الساعة قبل البداية قبل بداية الزراعة وتجهيز للزراعة وكمان في نفس الوقت ده بيعتبر ضمن منظومة زراعة تعقدية اللي هدفها أننا أضمن للفلاح تسويق منتجه من قبل ما يزرع تمام احنا بنشكر حضرتك شكر كبير الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة